إجابة هو أننا أعملنا خط أخضر 1899 ونقصنا فيه معناه كان طويل 1899 يتدخل للخط هذية فما إطارات قاعدة تخدم هي تقوم بالتوجيه يشتغل الرقم هذية يشتغل باش يكونوا واضحين مع بعضنا خط التورى وكان موجود قبل 2011 كان موجود وبعض انقطعوا وتورى عودنا رجعناه منه الجديد الخط هذية يشتغل من 8 ونص حتى الخمسة ونص متاع العشية ويشتغل من نهار الاثنين لنهار الجمعة علي في المكان المرة ما تتساوتش لا لا مش هذيك الفكرة هو أنك أنت عندك قانون للعمل ويلزمك توفر الإطارات الموجودة احنا عملنا أبلة كونديداتور ونستنعه في الإطارات اللي بشي جي خطر احنا نحبه الخط هذية واللي يخدم في الليل ويخدم 7 على 27 و24 احنا عملنا لأبلة كونديداتور وإن شاء الله بشي جيونا الإطارات نجيوا الولايات شفاء المركز للولايات هذه موجودين في القروان موجودين في الجنوب موجودين في قفصة موجودين في تونس العاصمة إلى جانب الحاجات المركز متاع القواة فما أرقام للإصغاء والتوجيز موجودين في بعض الولايات احنا بش نكثفوا منهم وبش نطوروا هذي لكن تقولي أنت كيف تجيني مرأة للمركز بنيش بش نوكلها ونشربها ونحمي ونحط أولادها يجب تعمل لها التأهيل النفسي وهنا تدخل الإطار المكلف بالتأهيل النفسي للGIكولوج بش تعمل لها التأهيل النفسي لها هي تعمل لها التأهيل النفسي لصغارها وما ونش две دي أنها تقعدو برك وأنها عمل لها التأهيل النفسي للمراهدية إذا كان في حاجة إلى نكوّنها من خاطر فرما التمكين الاقتصادي إلى جانب التمكين الاجتماع نعلموها كيف تنجم بتعمل مشروع بش وقت اللي تخرج من المركز تكون عندها التأهيل النفسي والتأهيل الاقتصادي باش تحاول كده حاجات جديدة 8 ساق عادين يجيوكم سمحني مع الصغيرات كيف كيف يزمنا نعملونهم التأهيل النفسي ولكن اذا كان في حالة وجود أسرة يلزمنا نأهل القرين من الناحية النفسية باش وقت اللي الأسرة احنا الهدف انه الأسرة ترجع تعيش مع بعضها واذاك عليش نعملوا التأهيل النفسي للزوج وللزوجة وللأطفال باش نبعد كيف يعودوا يرجعوا فما حد أدنى على الأقل من الاستقرار داخل الأسرة احنا مهمناش انه نجيو ونقول واحد كل واحد يمشي على نفسه لا احنا نحبوا الأسرة ترجعوا كيفاش نرجعوها لابد من انه نعطيوها حد أدنى من الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي وهذه اللي همنا في نهاية المطاف كذلك احنا وضعنا كراس شروط باش المراكز هذية ما تكونش فوضوية وتتعمل كما تتعمل وكما جا جا داخلها هي عملنا في القانون انه نحط مرصد باش نعرفوا احنا الهدف انتاعنا انه نعرفوا قديش نقص العنف ماوش قديش زاد العنف لانه احنا امنيتنا انه ماشيين في النقصان متاع العنف وهذا يهدف من الهدف اللي نعملوه نعرف احنا ويعين واشكال وقاعدة تتزايد ستفعل معك شوية سيدة الوزيرة انا محامي رو في في الطلاق تعرف ابا ثلاث صور للطلاق طلاق بالطراضي طلاق انشائي طلاق لذرر طلاق الضرر هو تقريبا ياخد في نسبة ستين في المية من حالة الطلاق وفي ستين في المية هذيك ابرز عامل من عوامل الطلاق لذرر هو العنف داخل الاسرة يعني على المرأة احنا قلنا بكري راي القوانين مش نصوص القوانين هي ثقافة اذا قانون رو ما استوعبوش المجتمع يوقع تكماندي اللواء دي زويت معناها قانون شكلي غير نفف احنا ما حاشنش قاويني انتو وراي ما خليتنش نكمل في لانسي دميزي دي خد اخضر مفروض ان يشتغل 24 ساعة ل24 على خطر العنف نشوفوه في الليل شوفوه في مراكز الشرطة في الليل دوكي زماني برمانانس ووضع يعني الامكانيات اللازمة معناها بذمة يعني شنوه هو رقم اخضر راوي فو دي قانسي قانسي جوريديكي قانسي بسيكولوجيك باش ما نكبروشي باش ما نكبروشي الحكاية ما نحبش نقاطع نكمل في ثلاث لانا نتفاعلو احنا تلاتو راوينا مادام مالاميني سباهي الاباهي مراكز استماع فما حاجة بسيطة ما تكلف حد شي علشك القانون دي الناس مش فاهمتو والناس راي ما تقرش المجلات القانونية فبني مش محامية دي بليان مطوية صغيرة بالدرجة القانون الكل تلخصوا في خمسة خمسة سطور وتحطوهم في وتحطوهم للنساء ويتوزعوا في المرشيات ويتوزعوا في المعامل عند المرأة العاملة باش تقول لها يا مرأة رد بالك راوي عندك حقوق وهاو رقم اخضر وهاو عندك راوي عندك مستشارين قانونيين وعندك مستشارين نفسانيين ورأي الدولة تقف معاك وانه زمن القوف لانه عليش العنف هذين متزيد لانه المرأة تخاف باش تشكي يزم نزع هذا القوف باش المرأة تسترجع انسانيتها احنا احنا واعين بهادية وانتي كان ريت الحملات التحسيسية اللي عملناها بعنوان امي سالمة احنا بالنسبة لنا منهضة العنف ماهوش 16 يوم بركة دوك اللي يكونوا في ديسمبر احنا بالنسبة لنا سنة الحملات التحسيسية كان ريتوها في الاسواق في المؤسسات التربوية مع الجمعيات والمنظمات الاسواق الأسبوعية طوى كان تمشيوا لأي معتمدية تلقاوا الناس داخلها تفسر في العنف ولكن اكثر من هذية فما جمعيات قاعدة تخدم معنا انه تاخو كبار الحومة والعقلاء متاع الحومة وهو يمشي ويحكي باش نقولوا احنا راهوا في لغتنا وفي تربيتنا العنف هذية ما هو شباهي نحاولوا باش نفهم الاحترام المتبادل داخل الأسرة ومعناها احنا واعين ما هو شي مطويات مش الناس كلها تقرأ انتي كان ريت الاسبوت اللي عمناه والعملناهم حطينا يزي بلغات العالم باستة يكفي من العنف السنة خذينا اسبوت آخر هو مكش وحدك القانون معاك مكش وحدك الدولة معاك فماش دي كونفنسيون مع قنوات تلفزية اللي نعرفوها معناها تبث في أعمال يشوفوها النساء كله وخاصة المسلسلات انه في وسطه تنجموا تعديوها مضات عادينا ثم ذروة المشاهدة متاع المرأة العادية البسيطة لا فم قنوات الحقيقة نشكرهم انهم متفاعلوا معنا عملنا زيدة الاسبوت فينا في الكروازمان متاع الشوارع وحطينا الحملة هدية التحسيسية معناها عملنا يعني امشيوا لانسال الديار ماذاك شقصت يعني يعني في كل دار فما تلفزة اللي تصرفوه ربما في الشوارع وفي المعالقات الجدارية تكلف برشا فلوس واللي المرأة تعادها ربما ما تشوفها الجنة عاديناهم هدوما في القتلك في التلفزة ولحقيقة وقت اللي تقول لي ما يكلف شي الخط الأخضر احنا كنا قبل معناه هنا نحب نشكر المشاغلين تفاعلوا معنا عطونا قبل كنا نخلصوا تقريبا 600 مليون في العام تلفونات تول خط الأخضر يشتغل بمجهودات وتضافر الدولة والمشاغلين هدوما المكالمات بلاش فلوس ونحب نشكرهم البارح كان انتما حليتوا التلفونات متاعكم لقيتوا أنه بعثنالكم حملات تحسيسية للقانون هدية وبعثنا كذلك حملات تحسيسية على الانترنت بعثنا حملات تحسيسية والمشاغلين الكل عاونونا البارح في الاسمس واضح النقطة هذه نخل منها مدام حتى اخذت برشا وقت نحب نمشي طول مسألة الرياضة القرآن أتعو نجيها المرة في الوساطة الرياضة بالنسبة لنا الرياضة